أول محطة في جولتنا النهاردة مشاهدين يا الكرام جولتنا الطبية اللي بنتوف فيها حول العالم ونشوف إيه الجديد في أخبار الطب الخبر ممكن يكون غريب شوية لكنه هنفهمه من تفاصيله الخبر بيقول هواتف آيفون 12 و 13 لا تلائم هؤلاء المرضى يا ترى مين هم المرضى اللي لا تلائمهم هواتف أبل أو آيفون 12 و 13 عموما الشركة بدأت تنصح عملائها بالحفاظ على مسافة آمنة بين الهاتف الزكي والأجهزة المزروعة في جسم الإنسان هتقول لي إيه الأجهزة المزروعة في جسم الإنسان هقول لك ليه الأجهزة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها ليه علاقة بالأجهزة الإلكترونية والحاسبات وكل هذه الأجهزة آه ليها علاقة مهمة جدا ومؤثرة جدا هذه الأجهزة التي خلقنا بها من قبل الله عز وجل ممكن أن تتأثر بكل هذه الأجهزة الإلكترونية ليه بقى؟ قالوا الأطباء النيابة تسبب المجالات المغناطسية الصادرة عن هواتف الآيفون تحديدا 12 و 13 في التشويش على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأيضا أجهزة إزالة الرجفان بتسري هذه النصيحة أيضا على الأجهزة الأخرى مش بس الآيفون 12 و 13 طب زي إيه؟ زي الأجهزة اللوحية أجهزة اللابتوب، الساعات الزكية وأيضا سماعات الرأس نخلي بالنا ونحترس ودايما الأب والأم والناس الكبار يقولك ابعد التليفون عنك حتى الأطباء لما بتروحوا بتشتكي من بعض الاضطرابات يقولك حاول تبعد الموبايل عنك وحاول تتجنب استخدام الأجهزة اللوحية نروح مشاهدين الكرام للخبر التاني اللي معانا النهاردة والخبر التاني اللي معانا بيقول حل سريع للتخلص من دهون البطن الخطرة طيب موضوع السمنة والبطن والناس اللي هي بتشتكي من التراهولات في البطن كتير جدا كل يقولك حتى لو رفيع حتى لو طويل يقولك بس أنا عندي حتة زي ده شوية في منطقة البطن طيب إيه اللي بيسبب الموضوع ده وإيه اللي بيعمل دهون متراكمة في البطن بيقول الأطباء أنه بتمتلق الدهون الحشوية بين أعضاء البطن كيف يمكن بقى التخلص من هذه الدهون سريعا عايزين طريقة سريعة جدا وانتو عارفين الوصفات موجودة على اليوتيوب كتير جدا وكله بيتكلم في الموضوع لكن طبيا بتقول الأخصائية أخصائية الغدد الصماء الدكتورة راسا كازلاوسكايت أن تخلص أو كل إنسان لابد أن يتخلص من المشروبات السكرية يعني إيه باختصار شديد جدا السكر يعني يا جماعة اعتبر اسمه السم الأبيض بالنسبة لموضوع الدهون لازم تتخلصوا جميعا من استخدام السكر ليه؟ لأن السكر بيزيد من دهون البط والألياف أيضا تقلل من دهون البط طيب ليس من الأفضل أن تتجنب المشروبات الغازية فقط أنك تقول مش هشرب مشروبات غازية وبعد كده تروح تعصر فاكهة وتقول ده فاكهة طبيعية لا الموضوع برضو في خطورة ليه بقى؟ لأن موضوع الألياف والسكر مرتبط ببعض لما أنت بتقوم بعصر الفاكهة فأنت بتزيل الألياف اللي هي مهمة جدا وتترك السكر النقي ينزل إلى جسمك فبالتالي بتزيد عملية الدهون طيب أحد الحلول السريعة إيه؟ هو التخلص من المشروبات السكرية تماما إنك تتخلص تشرب كل حاجة من غير سكر القهوة من غير سكر الشاي من غير سكر العصائر في رش طبيعية من غير سكر وده بيعمل يعني حاجة سحرية جدا في دهون البط والتخلص من السكر بيخليك كمان تتمتع بإنك تتذوق كل حاجة بطعمها الحقيقي مش حاجة سخنة مسكرة